اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احيانا كثيف السحب بعد الظهر بالوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية ويكون مصحوب بأمطار البحر المتموج والريح من القطاع الشمالي بالشمال بالوسط ومن القطاع الشرقي للجنوب قراءة لتوقعاتنا في درجات الحرارة للمدن التونسية تونسيكتور 24 في تبارقة 29 في بيجا 29 في سيديانا 31 في جندوب 28 وفي تيلة 28 درجة مع ظهور خلايا رعدية القيروين في حدود 31 درجة تقس مغيم جزئيا في جهة الساحة السوسة والمنسير والمهدية 28 درجة جزر قارقنا واسفيقس في حدود 30 درجة تقس مغيم جزئيا سيدي بوزيد 31 القسرين في حدود 30 درجة تقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مدن الجنوب الغربي 31 في قفصة وفي توزر وقبلي في حدود 33 درجة تقس مغيم جزئيا بالنسبة للمدن الجنوب الشرقي في جيبس 29 جزير جربة 29 مدنين 31 تطاوين 30 ورميدة 31 وتقس مغيم جزئيا بالنسبة للملاحة وصيد البحري في منطقة سيرات وا خليج تونس رياح شمالية شرقية البحر قليل اضطراب وصرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة في خليج الحمامات ومنطقة الشيber رياح جنوبية شرقية البحر مضطرب في قليل الاضطراب وسرعة الرياح من 10 إلى 20 عقدة في خليج جيبس رياح شمالية شرقية البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب وسرعة الرياح من 10 إلى 20 عقدة قراءة في توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعوثم العربية والأوروبية نوقشة في حدود 35 دربيذة 27 جزير في حدود 26 درجة معامتال ترابلس في حدود 28 درجة تقصافي الخرطوم في حدود 38 درجة القاهرة درجة الحرارة تنخفض إلى مستوي 32 درجة تقصافي بالنسبة للبقاع المقدسة درجة الحرارة في المدينة المنورة 40 مكة المكرمة 41 الدوحة في حدود 34 بوظبي 37 مسقط التقصافي 33 درجة الكويت 39 بغدية درجة الحرارة مرتفعة في حدود 41 درجة الشرق الأوسط القدس الشريف 29 درجة بيروت تقص مغيم جزئي في حدود 29 وفي دمشق في حدود 34 درجة تقصافي في اسطنبول درجة الحرارة في حدود 20 درجة وتقص مغيم جزئي نروما 26 مرسيلي 23 باريس وجونيفس 22 درجة فيينا وبرلين 17 درجة بروكسيل ولندن وامستردام في حدود 19 درجة لشبونة درجة الحرارة في حدود 29 ومدريد 31 درجة وتقصافي بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الإربعاء الريح من القطاع الشرقي والبحر المتموج على كامل الشريط الساحري وإمكانية للنزول أمطار مع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال للوسط وتقص مغيم جزئيا في الجنوب والحرارة في استقرار نسبي بالنسبة ليوم الخميس الريح من القطاع الشرقي على أغلب الجهات للبحر المتموج وإمكانية للنزول أمطار مع ظهور خلايا رعدية بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب والحرارة في انخفة طفيف أوقات الشروق والغروب الشروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة 6 صباحا و 16 دقيقة والغروب في تمام الساعة 6 مساء إلى دقيقة لمزيد المعلومات وترق التواصل والاتصال بالمعهد دواتي للرسل الجوي على صفحة الويب www.meteo.n تتفعل وتتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي أوقات سلية مدينة تونس وما جوره سلية الصبح في تمام الساعة 54 دقيقة الظهر منتصف النهار و 15 دقيقة العصر في تمام الساعة 23 دقيقة سلية المغروب في تمام الساعة 6 مساء ودقيقة و سلية العشاء في تمام الساعة السابعة و 25 دقيقة دمتم أوفيه للوطني الأولى لدتكم زين الناس الكل